بمناسبة ذكرى التاسعة عشراء لتأسيس الحرس الوطني والتي تصادف السابع من يناير من كل عام رعى الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني الأربعاء الموافق السادس من يناير 2015 الفعاليات الختامية لبطولة سموه الخامسة للرماية والتي قيمت بمجمع ميادين الرماية بمعسكر الحرس الوطني في الاسخيرة ولدى وصول الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني إلى موقع الحفل يرافقه معالي اللواء الركن الشيخ عبد العزيز بن السعود الخليفة مدير أركال الحرس الوطني كان في الاستقبال كبار ضباط الحرس الوطني من قادة الوحدات ورؤساء الشعب وتضمنت بطولة سمو رئيس الحرس الوطني الخامس للرماية عدة فعاليات بدأت بانطلاق سباق المراثول العسكري من محمية العرين مسافة 42 كم وانتهت أمام المنصة الرئيسة لمجمع ميادين الرماية في معسكر الصخير ومسابقة درب المعاضل بين مرتبات الحرس الوطني وتقوم على التخطيط والتنفيذ لاجتياز المعاضل الرياضية في أصعب الظروف تلاتهما التصفية النهائية لمسابقة الرماية بالمسدس في الختام تفضل سمو رئيس الحرس الوطني بتكريم أصحاب المراكز الأول والثاني في استباقات الماراثون ومسابقة درب المعاضل ومسابقة الرماية من الضباط وضباط الصف والأفراد المتميزين في المسابقات ودورات الاختصاص المنعقدة في العام المنصرم والوحدات الفائزة وأعرب سمو رئيس الحرس الوطني عن تهنيه لمنتسبي الحرس الوطني بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتأسيس الحرس الوطني وعن تقديره واعتزازه البالغين بجهود جميع منتسبي الحرس الوطني لقيامهم بواجبهم العسكرية المقدس لخدمة حضرة صاحب الجلال الملك المفد القائد الأعلى حفظه الله ورعا وخدمة وطننا الغالي ومواطنيه الكرام مشيرا إلى أن فعاليات بطولة سموه للرماية جسدت همة الرجال التي تبنى بها الأوطان وجاءت بمناسبة ذكرى تأسيس الحرس الوطني بعد أن طوى رجالاته عاما آخر من الإنجاز وأشدد اسم رئيس الحرس الوطني على ضرورة الحفاظ على تنظيم مثل هذه البطولات والسباقات الرياضية لمنتسبي الحرس الوطني لما لها من نتائج تعزز من ثقافة التنافس الشريف مؤكدا ضرورة جعل الرياضة جزءا من حياة الفرد اليوبية بما يسهم بتفعيل علاقة منتسبي الحرس الوطني بعضهم ببعض شكرا